نشرة أخبارية جديدة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها وسلاح يتميز بالتخفي وعدم قدرة أي أنظمة ردع وأي أنظمة دفاعات عن إصابته أو إسقاطه وزير الأعلام في صنعاء يؤكد امتلاك الجيش واللجان أسلحة متطورة بمدايات مختلفة أوبيو يقول أن واشنطن لا تريد حرباً مع إيران ويتحدث عن إجراءات دبلوماسية وغير دبلوماسية لضمان حرية الملاحة في الخليج المجلس العسكري في السودان يشترط إجراء انتخابات لتسليم السلطة لحكومة تكنقراط ويتوعد بأعدام المتورطين بفض الاعتصام السراج يطرح مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة الليبية من بينها إجراء انتخابات هذا العام وفي النشرة وزارة الصحة في غزة تحذر أزمة دواء هي الأخطر منذ سنوات أهلا بكم أعلن وزير الأعلام اليمني في صنعاء ضيف الله الشامي لانتقال إلى استراتيجية الرد على قاعدة المطار مقابل المطار والمصالح مقابل المصالح في مقابلة مع الميادين أكد الشامي امتلاك أمكانيات الرد على السعودية والإمارات بالمكيال نفسه فكانت هذه الخطوة التي قدمها الطيران المسير والقوة الصاروخية هي خطوة أولية ومبدئية في إطار توازن الردع وقوة الردع بين الجيش اليمني والجاني الشعبي الذي يحاصر ويضرب منذ قرابة الخمس سنوات بينما الطرف الآخر هو المعتدي والمجرم واليوم يتلقى ضربات بسيطة لكن نجده يكثر البكاء والنحيب والعويل ويبحث عن الاستنجاد بكل العالم لإدانة مثل هذه الأعمال أين عيونهم التي أغمضت عن ما يجري في اليمن وما جرى خلال الخمس السنوات الماضية فلماذا اليوم نسمع بكاءهم وعويلهم وقد قال لها السيد القائد في بداية العدوان لا نريد أن نسمع صراخا ولا نريد أن نسمع عويلا إذا ما توقفوا عن عدوانهم نحن اليوم في إطار إقرار معادلة وموازنة لا يمكن أن يتوقف فيها ضرب المطارات داخل الأراضي السعودية والإماراتية إلا بتوقف ضرب الطيران في اليمن وبفك الحصار عن مطار صنعاء وأصبحت اليوم المعادلة قائمة السن بالسن والجروح وقصاص وكل هدف يستهدف لدينا الإمكانيات التي سترد عليهم بنفس المكيال إن لم يكن بأكثر من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الشام أكد أن كل الاحتمالات العسكرية مفتوحة وأن الأسلحة التي تمتلكها القوات اليمنية تتميز بالمدى البعيد والدقة والقدرة على التخفيه كل الاحتمالات موجودة وهذا هو أسرار عسكرية تحتفظ بها القوة الصاروخية ودائرة تصنيع العسكري ولا يمكن أن تقول لديها هناك مديات أستطيع أن أقول بأن هناك سلاح يتميز بالمدى البعيد وسلاح يتميز بالدقة وسلاح يتميز بالتخفي وعدم قدرة أي أنظمة ردع وأي أنظمة دفاعات عن إصابته أو إسقاطه وهناك سلاح ربما يشمل الميزات الثلاث وربما الأكثر من ذلك لكن الميدان هو الذي سيحكي والفاعلية ستكون لهذه الأسلحة ولعملها ولأثرها الشامي حذر دول المشاركة في العدوان بإعادة حساباتها لأن أدوات الصراع ستتغير في المنطقة مؤكدا أن أي دولة تشارك في العدوان على اليمن ستكون ضمن أهداف القوات اليمنية الإمارات هي مشمولة ولديها وهي اليوم تتحسس الضربة في رأسها لأنها تعرف أنها ضمن هذه الأهداف وحتى أطراف أخرى من من تشارك مع العدوان على اليمن هي اليوم تتحسس الألم فوق رأسها وتتوجع الضربة لأنه أي طرف يعتدي على هذا البلد وأي بلد شارك في العدوان على هذا البلد وأي بلد لا زال يمارس عدوانه وإجرامه فهو في دائرة الاستهداف بدون استثناء هذا وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت إخراج مطري جزان وأبهى من الخدمة بعد استهدافهما بطائرات قاسف 2 الناطق باسم القوات المسلحة يحيى السريع أكد أن الطائرات استهدفت غرف التحكم والسيطرة في مطار جزان وبحطة الوقود في مطار أبهى مشددا على أن العمليتين حققتا أهدافهما بدقة وتوعد النظام في السعودية بأيام أشد إلى من إذا استمر العدوان والحصار على اليمن تصعيد الجيش اليمني واللجان الشعبية تحركاتهم على جبهة معادلة المطارات نقلة نوعية لفرض معادلات ميدانية وسياسية جديدة فاطمة قاسم أهلا بكم المطار بالمطار ما لم يتوقف العدوان على اليمن ويرفع الحظر عن مطار صنعاء اليمنيون نفذوا تهديدهم لقوات التحالف السعودي وتحذيراتهم من أن بنك الأهداف يتسع يوما بعد يوم بالفعل سلاح الجو اليمني المسير أخرج مطاري أبهى وجيزان جنوبي السعودية عن الخدمة بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاسف كيتو العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات من دون طيار في مطار جيزان والعملية الثانية استهدفت محطة الوقود في مطار أبهى الدولي بعدد من طائرات قاسف كيتو مراكز رصد جوية أكدت تعطل حركة الملاحة في المطارين سلاح الجو اليمني كثف عملياته منذ أعلان صنعاء عن بنك أهدافها الثلاثمائة فمطار أبهى سبق أن تعرض لهجومين سابقين الأول أدى إلى تدمير برج مراقبة الملاحة الجوية وتوقف العمل في المطار بصاروخ كروز مجنح فشلت منظومات الدفاع الصاروخية في اكتشافه والتصدي له ما يعني أن أنفاق الرياض مليارات الدولارات على التسلح لم يمكنها من حماية نفسها الهجوم الآخر استهدف منظومة الردارات التابعة لمطار أبهى باستخدام عدة طائرات مسيرة من طراز قاسف كيتو وسبق للجيش اليمني واللجان أن استهدفوا مطار جايزان بهجومين متتاليين بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية في المطار ذاته تستخدم في الحرب على اليمن حيث يعد المطار الإقليمي مركزا مهما لدى قوات التحالف لتوجيه عمليات القصف والاستطلاع والتجسس وحولته إلى قاعدة عسكرية جوية مطار نجران الدولي هدف للجيش اليمني أيضا في أيار مايو الماضي توقف عن العمل بعدما أعادت الرياض تشغيله بعد توقف دام أربعة أعوام لكن المطار ما لبث أن خرج عن الخدمة مجددا بعد استهدافه بثلاث عمليات عسكرية يمنية باستخدام الطائرات المسيرة التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا هذا بالإضافة إلى استهداف مخازن أسلحة وذخائر الطائرات الحربية التابعة للتحالف فيما كان الهجوم الثالث على مراب الطائرات أمريكية تستخدم في شم هجمات جوية داخل اليمن الجيش واللجان حولوا سياستهم من ردعية إلى هجومية بامتياز ويقصفون بنجاح أهدافهم ويحرجون السعودية التي تعد من أكثر الدول في العالم إنفاقا على التسلح في مقابل يمن محاصر استشهد أربعة أشخاص هم ثلاثة أطفال وامرأة في قصف للتحالف في السعود على مديرية عبس في محافظة حجة وفق ما أكد مراسل الميادين يأتي ذلك فيما استعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية بعملية هجومية السيطرة على أحد المواقع غربية مديرية قعتبة في محافظة الضالع في ظل استمرار المواجهات بين الجيش واللجان من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة ثانية في منطقة لبتار في المديرية نفسها أفادت معلوماتنا الميادين باعتقال القياد في الحراك الجنوب محمد فدعق ظهر اليوم من قبل قوات الأمن في منطقة عتق بمحافظة شبوى غربية اليمن اعتقال فدعق جاء غدات وقفة تضامنية مع الأسير في السجون الإماراتية في المحافظة سالم ربيزي حيث أطالب المحتجون بخروج القوات الإماراتية من المحافظة أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك مومبيو أن بلاده لا تريد حربا مع إيران على الرغم من أن واشنطن تعتقد بلا شك أن تهران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي على حد تعبيره كلام مجاء في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ستضمن حرية الملاحة في الخليج الرئيس ترامب فعل كل ما في وسعه من أجل منع الحرب مع إيران التي لا نريدها على المسؤولين الإيرانيين أن يدركوا بأننا سنواصل ضغوطنا الدبلوماسية التي تمنعهم من الممارسات التي يقومون بها في المنطقة أجريت عدة اتصالات مع مسؤولين حول العالم بهذا الشأن وأنا متأكد بأن شركائنا سيتفهمون هذا التهديد القليل من تجارتنا تمر في الخليج في هذه الأيام فيما 80% من المصالح الصينية وكذلك مصالح اليابان وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وأنا على ثقة بأنهم عندما يتأكدون من وجود تهديد على بلدانهم وشعوبهم بسبب تصرفات إيران فأنهم سيشتركون معنا في الضغط عليها رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قال أن الهجوم على حاملتي النفط في بحر عمان مثير للشك معتبراً الهجوم استكمالاً للعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني لاريجاني وصف دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك موبيو للرد على الدبلوماسية بدبلوماسية بأنها مثيرة للضحاق مذكراً بسوابق الولايات المتحدة في استهداف سفنها لتوفير التبرير المناسب ضد أعدائها إلى ذلك حلقت طائرات تابعة للقوات الجوية السعودية والأمريكية في تشكيل مشترك فوق منطقة الخليج بعد حديثة تفجير نقلتي النفط في خليج عمان وكالة الأنباء السعودية واس ذكرت أن التشكيل السعودي الأمريكي المشترك من طائرات F-15 حلق بمساندة طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين وأضافت الوكالة أن التشكيل يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الرياض وواشنطن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد أن بلاده لا تريد حرباً في المنطقة لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط رأى بن سلمان أن إيران لم تحترم وجود رئيس الوزراء الياباني لديها وردت على جهوده باستهداف ناقلتين إحداهما يابانية داعياً إلى موقف دولي حازم تجاهها وبخصوص اليمن اتهم بن سلمان أنصار الله بتقديم أجندة إيران على مصالح اليمن معتبراً أن بلاده لا يمكن أن تقبل بوجود ما وصفه بالميليشيات على حدودها إلى ذلك رفض الكرملن الاتهامات الموجهة إلى إيران بشأن أحداث بحر عمان لافتاً إلى أنه لا أساس لها ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار المتحدث باسم الكرملن ديمتري بيسكوف دعا إلى اعتماد تقييم نواعن وانتظار ظهور بيانات مقنعة وأشار إلى أن موسكو لم تنس بعد لنبيب المخبرية مع المسحوق الأبيض التي استخدمت كذريعة لاحتلال العراق سجلت جماعة طاولت قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة العراقية بغداد والتي تضم وجوداً أمريكياً في داخلها من دون أضرار وبالتزامن شهدت منطقة الجادرية التي تعد إحدى مناطق إقامة مسؤولي الدولة العراقية سقوط صاروخ كاتيوشا رسائل تشابه الصاروخ الذي استهدف المنطقة الخضراء الشهر الماضي فهل من خلط للأوراق في ظل تطورات المنطقة عبدالله بدرانو التفاصيل هو الهجوم الثاني الذي لم يتبنه أحد ولم يرضى به أي طرف عراقي فبعد استهداف قاعدة بلد الجوية عاد الاستهداف لأمن العاصمة العراقية وهذه المرة في الجادرية إحدى المناطق التي تتخذها القوى السياسية العراقية موقعاً لمكاتبها المركزية وهي المنطقة ذاتها التي تشكل حزاماً للمجمع الحكومي في بغداد سقوط الكاتيوشا سجل من دون أضرار لكن الخطورة أن الخرق قد تحقق وإن كانت القوى العراقية قد احتوت ارتداداته السياسية سريعة خلط الأوراق أولاً وأيضاً إيجاد مبررات للضغط على الحكومة العراقية خصوصاً التأثير على موقفها في الأحداث التي تجري في الإقليم والمنطقة استغلت الحادثة سريعة واستثمرت سياسياً وهو الاستثمار الأخطر فالقلق أن يبدأ خلط الأوراق واستغلال التصعيد الذي تعيشه المنطقة انطلاقاً من العراق ولا سيما أن في أرضه ما يتوفر من العوامل فبغداد هي الشاهد على زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاستجلاء الموقف العراقي إن اندلعت شرارة في الميدان هذه الزيارة التي سجلت ولا تزال على إن الأمريكيين يفسرون أي حركة ميدانية استهدافاً لهم نفد بالإنابة عن طهران استهداف يرفض خلفاء طهران الرافضون له أصلاً حتى الآن أن يكونوا في موقع الدفاع والبحث عن البراءة منه العراق عامل إيجابي عامل مؤثر باتجاه استقرار المنطقة باتجاه السلام باتجاه المفاوضات أي عمل يخرق الوضع الأمني في العراق ويخرق الاستقرار في العراق ليس من مصلحة العراق تحالف الفتح برئاسة الأمين العامل منظمة بدر هاد العامري اعتبر في رسالة الكاتيوشا خلطاً للأوراق بهدف التأثير على الواقع الأمني المستتب ولرفع مستوى التوتري في المنطقة لم تصل التطورات إلى بداء الحرب الصريحة بعد لكن الهجمات في ليل العراق سواء أكان الهدف منها عسكرية أو مدنية وسواء فشل الهجوم أو لا فهي أفضل أوراق تستغل من قبل دعاة الحرب وحلفائهم عبدالله بدران بغداد المياد وللمزيد ينضم إلينا من بغداد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح السيد وجيه عباس سيد وجيه أهلا وسهلا بك كان لتحالف الفتح بيان فيما يتعلق بهذا الموضوع أن هناك أياد تعبث بأمن واستقرار العراق لكن بعد هجمات بالإضافة إلى الجادرية وقاعدة بلد لننسى أيضاً عين الأسد كل هجمات كانت مجهولة لناحية الفاعل هل يكفي كان هكذا بيان فقط يقول أنه في أياد تسعى للعبث بالعراق بعد كل هذه الهجمات التي ما زالت مجهولة الهوية هل منطق حتى أن تبقى مجهولة الهوية حتى الساعة؟ شكراً سيدتي تحية للمشاهدين هذه الهوانات التي سقطت باتجاه المنطقة الخضراء وقاعدة بلد ومنطقة الجادرية هي بفعل أيادة مجرمة حابثة لا تريد الخير بالعراق مجرد خلط أوراق والتأثير على الواقع الأمني المستتب ورفع مستوى التوتر طبعاً هذا ربما يعطيك مال لصورة القلق الأمني المتزايد في مضيق هرمز هو القلق فعلياً الأمني ازداد أنه حتى الآن هذه الأيادة غير معروفة لا يجب أن يكون حتى الساعة على الأقل هناك طرف خيط أن يكون تم التوصل إليه لناحية معرفة من هي هذه الأيادة التي يتم التحدث عنها؟ يا سيدتي هي أكمال صورة القلق الأمني المضيق هرمز هي عملية شعال الحراق حتى في حقول الحنطة العراقية أيضاً حراق المنطقة التي تظهر أمريكا ومن يدور في فلكها على أنها مطفئ الحراق أنا أتصور أن القضية قضية سياسية يراد منها العبث ويراد منها إرسال رسالة سياسية أنكم ما زلتم حتى الآن بحاجة إلى أمريكا لتطفئ الحراق التي تشعلها لكن ربما تكون هناك أياد أمريكية التي تشعل هذه الحراق أكيد بمساعدة أياد سياسية كما تتحدث حضرتك يعني لن يكون من المتهم في الداخل اليوم العراقي على الأقل إذا ما المساندة الأمريكية في هذه الأهداف ما هدف الأمريكي اليوم في العراق أنا أتصور المتهم الحقيقي الآن هو الذي يريد بقاء الأمريكان الذي يريد من أمريكا أن تبقى لعباً أساسياً وإبعاد كل هذه السيادة العراقية من العراقيين أتصور أن الواقع الأمن المحيط الذي يشمل العراق كون العراق واحد من الدول المهمة في رسم خارطة الأمن العربي بالكامل فيجب على العراق أن يشترك ويجب على الحكومة العراقية أن تقف مع الجانب الأمريكي بعيداً عن الجوانب الأخرى وهذا ما لم ترتضي الحكومة العراقية ولا العملية السياسية بالعراق فأنا أتصور أن هذا البيان الذي صدر من الفتح يعطي رسالة واضحة أننا ضد هذه الاختراقات الأمنية وأن طالب الحكومة العراقية أن تكون أكثر اهتماماً بالواقع الأمني من أجل وضع النقاط على الحروب بأي معنى؟ يعني اليوم أنتم بالمجلس النيابي حضرتك ما الذي تقومون به لمواجهة ما تقول عنه أنه لناحية هناك من يسعى لبقاء الأمريكي في العراق؟ حضرتك سيد وجيه تمثل مجلس نيابي؟ أنا أتصور أن المواقف السياسية معلمة من يريد بقاء الأمريكان ومن يتحرك في هذا الطوق الأمريكي ومن يرفض هذا الطوق الأمريكي ويريد بالسرعة تنفيذ الاتفاقية الأمنية ما بين الولايات المتحدة وما بين العراق أتصور أن القضية الأمريكية دائماً ما تلعب بهذا الدور الخبيب في إشعال الحراق من أجل إبقاء الواقع كما هو ليكون العراق وكل الدول العربية بحاجتها وليس بعيداً عن ما يحدث في اليمن وما يحدث في لبنان وما يحدث في سوريا الواقع العربي الملتبس حتى الآن هناك يادي أمريكي وهناك يادي صهيوني ما المطلوب من العراق أن تقدموا ضمن هذه المنظومة التي تتحدث عنها والتي تضم كل هذه البلاد المتوترة؟ أنا أتصور أن الموقف العراقي موقف حقيقي وموضوعي لأن الحكومة العراقية نأت بنفسها عن الوقوف مع سياسة المحاور نريد أن يكون العراق أن يكون ساحة ولا يكون مساحة للاعتداء على جيرانه أي دولة أخرى وإعتداء يشترك فيه العراق حقيقة أنه وقوف مع الأمريكان والعراقيون لا يريدون أن يقفون مع الأمريكان في أي اعتداء منطقي أن يكون العراق بموقعه على كل الصعود أن يكون حيادي؟ منطقي أن يطلب هذا من العراق؟ أنا أتصور أن الحكومة العراقية تمتلك سيادتها وتمتلك رؤيتها الخاصة السياسية ونجد أن لها انفتاحا كبيرا دبلوماسيا مع الدول ربما هذه الحكومة العراقية برأس الدفتور عادل عبد المهدي فتحت أضوابا كانت مغلقة لأكثر من 12 سنة نعم كل الشكر لك سيد وجي عباس عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح كنت معنا عبر الهتف من بغداد أعلن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقل حميدة موافقة المجلس على تشكيل حكومة تكنقراط وإجراء انتخابات بإشراف دولي وأكد أن المجلس العسكري يعمل على محاصبة المتورطين في أعمال العنف التي تخللت فضى اعتصام القيادة العامة في الخرطوم والله بالنسبة لفضى الاعتصام والله ما نخزلكم ولا نخزل أسر الشهداء والله ولو على أنفسنا بإذن الله كلنا نحن الآن شغالين بيديننا وبرجلينا عشان نوصل أزال العمل فينا العملية لحبلة المشنجة بإذن الله وإلى الخرطوم وصل الأمين العام لجامعة دول العربية أحمد أبو الغايت للتوسط بين الأطراف السودانيين ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان وقوى أعلان الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية المتحدث باسم أبو الغايت قال إنه سيؤكد ضرورة الالتزام بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في البلاد عضو تجمع المهنيين السودانيين محمد الأصباط قال إن الوساطة الوحيدة الواضحة المعالم هي الوساطة الإثيوبية وفي حديث للميادين قال الأصباط أن زيارة أمين عامي أو أمين جامعة دول العربية أحمد أبو الغايت السودان جاءت متأخرة جدا قريبا أن الجامعة العربية صحت بعد نوم وسبات عميق ولا أدري ماذا يحمل رئيس نادي الطقاء العرب إلى ثورة شعبية هذا الغريب جدا أن يأتي متأخرا الوساطة الوحيدة الواضحة المعالم هي الوساطة الأسئوبية التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور أحمد ويمثله كان في القطوم سيقادل اليوم إلى أديس أبابا هذه هي الوساطة الوحيدة التي لديها منامح واضحة أما ما دون ذلك لا تجد أي وصافة ذات منامح واضحة أو يمكن أن تساهم في تحريك حالة الاحتقام التي تغيشها أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج عن مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة في ليبيا وتتضمن المبادرة عقد ملتقى ليبي شامل بالتنصيق مع البعثة الأممية والاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام الجاري وتطرح المبادرة تسمية لجنة قانونية مختصة بالاستحقاقات وتشكيل لجان مشترك بإشراف الأمم المتحدة كما تشمل تشكيل هيئة عليا للمصالحة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتطرقت إلى تفعيل الإدارة اللامركزية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذه النشرة من جديد أهلا بكم التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العروري وزير الأمن الإيراني محمد علوي وفق ما نقله موقع حركة حماس فأن العروري بحث على رأس وفد من الحركة مع علوي سبول مواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية حيث أكد الجانبان أن صفقة القرن تأتي خدمة للمصالح الإسرائيلية في المنطقة العروري كان قد أكد وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن والمشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وبعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت رأى العروري أن الموقف الفلسطيني الموحد سيفشر هذه السفقة وأشار إلى أن الجانبين لبنان والفلسطيني متفقان على رفض التوطين باعتباره عنوانا للتنازل عن الحقوق هناك موقف فلسطيني موحد من كل هذه الفصائل على رفض صفقة القرن والمشروع الأمريكي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية لحساب الكيان الإسرائيلي وموقف دولة الرئيس أيضا موقف واضح وثابت وقاطع بأن هناك أيضا رفض لصفقة القرن ولكل أدواتها ومقدماتها ونتائجها الموضوع الثاني وأيضا نحن بهذا ندعو جميع الكوى الفلسطينية حتى الإخوة الغير حاضرين هنا على أن يكون هناك ثبات وتمترس خلف هذا الموقف ولدينا قناعة تامة بأن الالتفاف الفلسطيني الموحد حول موقف رفض صفقة القرن سيفشل هذه الصفقة مهما كان هناك من محاولات وضغوطات وإغراءات لتمرير هذه الصفقة مسؤول حركة حماس أحمد عبدالهادي أكد أهمية هذه اللقاءات في الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية وقال في نشرة سابقة للميادين أن لقاء العروري ووزير الأمن الإيراني هو جزء من التنسيق الاستراتيجي والمستمر بين حماس ودهران اللقاء مع معالي وزير الأمن الإيراني جاء في إطار التشاور والتباحث في كيفية مواجهة صفقة القرن ضمن جهود سابقة ومستمرة بالتنسيق مع الجمهورية ومع الفلفاء الآخرين والتأكيد على ضرورة أن يكون هناك مواقف ثابتة وواضحة دائمة في رفض صفقة القرن وكل أدواتها ومن ضمنها مؤتمر البحرين وعملية التطبيع والهرولة من بعض دول الخليج باتجاه الكيام الصهيوني هذه اللقاءات هي تعزيز للتنسيق والتعاون الاستراتيجي أيضاً بين حركة حماس وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في هذه الظروف أعلن قد دور فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبر الميادين تعليق الأسرة في سجن عسقلان إضرابهم عن الطعام لـ 48 ساعة بعد استجابة مصلحة السجون لعدد كبير من مطالبهم وأبرزها وقف الاقتحامات الليلية بالسلاح ووقف التفتيش الأمني ومتابعة قضايا علاج الأسرة الأسرة قد قرروا تعليق خطوتهم لمدة 48 ساعة وذلك بعد أن زارهم ضابط كبير في مصلحة السجون مفوض من مدير مصلحة السجون واستجابة في هذه الجلسة لجلء مهم وأساسي من مطالبهم الأسرة وجدوا أن الاشتجابة والسلوك الإيجابي الذي ساد هذه الجلسة استقبلوا إشارات إيجابية من مصلحة السجون الأمر الذي أوصلهم إلى قناعة بالإعلان عن تعليق هذا الهضاب لمدة 48 ساعة ومع تواصل الممارسات بحق الأسرة في سجون الاحتلال ولسيما أسر قطاع غزة المحرومون من زيارة دويهم وجهت والدته أقدم أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال ضياء الآغة مناشدة عبر الميادين للضغط على الاحتلال لتخفيف معاناة الأسرة أنا عانيت عانيت يعني لما دخل ابني 16 ساعة ونصف قلت ابني عمر 44 عام فأقوم في داخل السجون الزائلية لا حوله ولا قواته إلا بالله مش عافعش بدي أقولك يما الباجعة والحزن اللي في قلوبنا ما حد شاعر فيها وبدنا الناس كلها تشعر فيها كل اثنين نحن نقفل صليب الأحمى على سن يعني نفعل قلية أسرنا محليا ودوليا ونقول للعالم كله أننا في أسر فلسطينيين موجودين بداخل السجون الزائلية شعبهم وأهلهم بطلبة فيهم قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القطاع الصحي يعاني من أزمة أدوية خانقة وصفتها بالأخطر منذ سنوات وطالبت بتعزيز القوائم الأساسية من الأدوية لنا شهين منذ مطلع العام الحالي والقطاع الصحي يعاني من عجز في الدواء وصلت نسبته إلى 52% مرحلة غير مسبوقة لها تبعاتها المأساوية على مريض بات يتأرجح بين الحياة والموت أنا مريض السرطان اللي ثلاث شهور بأجي بأخذ العلاج ما بلقه الشيء من وين يعني بدنا نروح نشتريه؟ لو بدنا نشتريه علاجه غالي وما فيش ما انتوا عشايفين ظروف البلد ظروف الدنيا ما الناس بتعاني من الحصار من قل الدواء كمان ارحمونا يا ناس ما فيش بنفعش هذه الرحمة من الله كمرضى يكون بعيد عن الخلافات السياسية أنا ما ليش دعوه في غزة ورمالله وحماس وفتح والتحولات الطبية والمواضيع هذه كلها وزارة الصحة طالبت الحكومة الفلسطينية بالإسراع في إرسال الدواء وحملت إسرائيل المسئولية عن حياة المرضى نتيجة حصارها الذي ضرب عصب المنظومة الصحية من خلال منع دخول الأدوية والوفود الطبية فضلا عن عدم السماح لـ 45% من المرضى للسفر واستكمال علاجهم في المستشفيات التخصصية خدمات في وزارة الصحة شبه منهرة خدمة السرطان عجل 62% خدمة الرعاية الأولية يتجاوز الـ 70% وما يقارب الـ 500 طفل لا يجدون حليبهم العلاجي وهذا يسبب شلل عند هؤلاء الأطفال وزارة الصحة تطلق نداءها الأخيرة لإنقاذ مرضى غزة وتنذر بما هو أصعب وأسوأ من كارثة صحية وإنسانية في الأيام المقبلة لا حلول تلوح في الأفق لغاية الآن القطاع الصحي يأن تحت وطأة الحصار والانقسام أزمة الأدوية قادمة جديدة لكنها هذه المرة هي الأخطر من حيث الكمية والنوعية لان شهين غزة أعنوا يا دين في تونس دعا الاتحاد الجهوي للشغل في سفاقس إلى المشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها ضد تطبيع الخميسة المقبل الاتحاد الذي اتهم الحكومة بالتطبيع أكد في بيان له أن التطبيع خيانة وطنية وقومية ورفض كل أشكاله مهما كان غطاؤه الديني والأكاديمي والرياضي والاقتصادي كما أكد استعداده للتصدي لكل من يمد يده للإسرائيليين ينتظر لبنان عودة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد خلال الساعات المقبلة وما سيحمله من إجابات إسرائيلية على ثوابت اللبنانية بشأن تثبيت ترسيم الحدود الجنوبية اللبنانية البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة عباس الصباح لبنان على موعد مع جولة حاسمة من المحادثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد الدبلوماسي الأمريكي سيحمل إلى بيروت خلال الساعات المقبلة الإجابات الإسرائيلية النهائية بشأن المفاوضات غير المباشرة لتثبيت ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية والبرية الثوابت اللبنانية بحسب تأكيد أكثر من مسؤول لبناني باتت واضحة ولا تراجع عنها وفي مقدمها رعاية الأمم المتحدة لتلك المفاوضات في مقرها في بلدة النقورة اللبنانية الحدودية وكذلك عدم تحديد مهلة زمنية للمفاوضات فضلا عن إصرار لبنان على تلازم تثبيت ترسيم الحدود في البحر والبر الموقف اللبناني الموحد سمع ساترفيلد خلال جولات محادثات الأربع في بيروت التي بدأت منتصف شهر أيار مايو الماضي ونقله إلى تل أبيب التي تحاول تقط الرعاية الأممية لعملية تثبيت ترسيم الحدود واستبدالها برعاية أمريكية الأمر الذي يرفضه لبنان بشكل قاطع ملوحا بتخليه عن العملية برمتها بحسب ما أكدته مصادر وزارية للميادين نت تل أبيب ضربت موعدا لبدء المفاوضات مطلعة تموز يوليو المقبل بحسب ما نقل إعلامها عن أحد المسؤولين الإسرائيليين معلق الشؤون السياسية في القناة الثالثة عشر باراك ربيد نقل عن موظف إسرائيلي كبير مطلع على المحادثات بشأن الحدود البحرية التي أجراها المبعوث ساترفيلد أن تقدما مهما حصل بعد حل كثير من المسائل ومنها طلب لبنان عدم تقييد المفاوضات بصقف زمني أما بيروت ففضلت التريثة قبل التعليق على تلك الأخبار الإسرائيلية وانتظار ما سيحمله ساترفيلد شارك سفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان في افتتاح مستوطنة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطلق عليها اسم ترامب حكومة الاحتلال خلال اجتماعها في المستوطنة أكدت أن تسميتها باسم ترامب جاء تعبيرا عن امتنانها للرئيس الأمريكي لاعترافه بسيادة تل أبيب على الجولان أفوض غربية وأمريكية تزور مناطق الإدارة الذاتية الكردية في سوريا في وقت يواجه فيه الكرد ضغوطا لجهة الدعم السعودي للعشائر السورية ديما نصيف تطبيع دبلوماسي غربي مع الكرد من بوابة معتقلي عائلات داعش آلاف الخارجين من البغوز ومعارك شرق الفرات من نساء داعش وأطفالها من الأجانب يشكلون متكأا تحاول قصد استثماره لتوسيع علاقاتها مع الغرب وتقديم نفسها كيانا مستقلا يعقد التسويات والاتفاقات ويطالب بدعم مالي وعسكري من أطراف دولية السفير الفرنسي السابق في ديماشق إيريك شوفاليه ممثلا للخارجية الفرنسية وإيام بيجان من الخارجية الهولندية في عين عيسى السورية لاسترداد 14 طفلا من أبناء داعش جندتهم شبكات التنظيم الأوروبية وسلكوا الطريقة من باريس وأمستردام إلى تركيا للقتال في سوريا قبل سنوات قبلهم استردت واشنطن امرأتين وستة أطفال من معسكرات الاعتقال الكردية الوفود الغربية في مناطق سيطرة الكرد تستكمل سجالا لم يتوقف عن طبيعة المشروع الذي تسعى الإدارة الذاتية وقصد تكريسه في الشرق السوري وبدعم أمريكي ويليام روبك المستشار الأمريكي في التحالف الدولي الذي بات أشبه بسفير لواشنطن لدى الإدارة الذاتية الكردية لا يتوقف عن زياراته المكوكية في مناطقها وأطلاق التصريحات واشنطن تعزز علاقتها مع حلفائها من الكرد للإبقاء على حليف عسكري لمواجهة النفوذ الروسي والإيراني في سوريا تظاهرات العشائر ضد قصد لا تتوقف الكرد يحاولون احتواء تمرد العشائر السورية على تفردهم بحكم مناطق الجزيرة بدفع سعودي ومنع استثمار روابط العشائر مع الرياض ما قد يجعلها تخسر مناطق سيطرتها مع غلبة العنصر العربي فيها ولسيما بعد زيارات متكررة لثامر السبهان وزير شؤون الخليج في الخارجية السعودية مناطق شرق الفرات وليس للكرد أي خيار سوى مواصلة التعاون مع الأمريكيين والغرب لتحقيق مشروعهم الفدرالي في شمال شرق سوريا أولا ولضبط إيقاع التهديدات التركية خاصة بعد تلويح أردوغان مجددا بعملية عسكرية أما الاحتفاظ بورقة داعش فهي للمساومة أقليميا ودوليا إما للتصعيد وإما للتهديئة ديماناصيف ديماشق الميادين توقع رئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ وصول منظومة أس 400 الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من الشهر المقبل وسائل أعلام التركية نقلت عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من زيارة إلى تاجكستان إن قضية منظومة أس 400 محصومة قال التلفزيون الجزائري أن رئيس الوزراء السابق أحمد ويحيى مثل أمام المحكمة لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بالشريك الجزائري في شركة فولزفاجن الأمريكية أو الألمانية عفوا في البلاد كما مثل وزير المالية الأسبق كريم جودي أمام المحكمة العليا للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد ولم توجه اتهامات رسمية له بعد تحاول أحزاب ما يعرف بالنداء التاريخي في تونس عقد تحالفات انتخابية لتجاوز التشتط الحاصل الذي يهددها بخسارة الانتخابات المقبلة مراد الدلنسي أعلنات التحالف والاندماج توالت بين الأحزاب ذات المرجعية الندائية والدستورية فبعد الاندماج بين حزبي تحية تونس والمبادرة أعلنت مجموعة الحمامات لحزب نداء تونس تشكيل تحالف انتخابي مع مشروع تونس كل ذلك يجري بانتظار مبادرة سيعلن عنها الرئيس الباجي قائد السبسي لتوحيد النداء التاريخي الأحزاب الأخرى كل هشة العود وصارت فيها خلافات أخيرا الجابة الشعبية صارت فيها خلافات أحزاب أخرى تقدمية صارت فيها خلافات ثم أحزاب جديد الآن لم تتعرف الحكم لذلك نحن نريد إعادة البناء على أسس الاستفادة هي ليست عودة هي إعادة بناء على استفادة من الأخطاء وخاصة قراءة دقيقة لواقع الحالي محاولات التجميع تنطلق من معطيات تشير إلى أن هذه الأحزاب المتشرذمة ستمنى بهزيمة في الانتخابات المقبلة ما جعل بعض المتابعين يقللون من أهمية هذه الخطوات التوحيدية لاعتبارها فرضت بحكم الضرورة ولا تقوم على أسس صلبة عبر حل الخلافات التاريخية العائلة الدستورية التجمعية العائلة المنتسبة في مجملها للعهد السابق هذه العائلة اليوم مشتتة والحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي نجح في افتكاك قطعات واسعة من هذا الطيار السياسي فبالتالي اعتقد أن هذه التحالفات ستكون هشة ولن يكون لها تأثير كبير على العملية السياسية والانتخابية مشهد سياسي متحرق قبيل أشهر قليل من الاستحققين الانتخابيين تبدو فيه حركة النهضة الوحيدة التي ما زالت تحافظ على تمسكها فيما بدأت الخلافات تعصف بالجبهة الشعبية بينما تعطي استطلاعات الرأي الأسبقية لأحزاب وشخصيات جديدة كلها معطيات توحي بإمكانية انقلاب المشهد السياسي ولسيما مع الغضب الشعبي من سياسات الأحزاب الحاكمة هل ستنجح أحزاب النداء التاريخي في تشكيل تحالف انتخابي تتجاوز من خلاله تشتتها وخلفاتها سؤال تختلف الإجابة بشأنه في ظل محاولة كل حزب من هذه الأحزاب قيادة قاطرة التوحيد وحده ما يعني تواصل تفكك هذه الأحزاب مرادة لانسي تونس الميادين شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على رئيس بلدية لندن صادق خان معتبرا أنه يتعين عليه مغادرة منصبه سريعا ترامب قال في تغريدة له على تويتر أن لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن واصفا خان بالكارثة الذي لن يزيد الأمور إلا سوءا من جهة ثانية حذر ترامب الناخبين الأمريكيين من انهيار غير مسبوق في الأسواق المالية إذا لم يتم انتخابه لفترة رئاسية ثانية العام المقبل وترامب وفي تغريدة على تويتر قال أن الاقتصاد يسجل أرقاما قياسية ولكن إذا تولى أي شخص آخر الرئاسة فسيكون هناك انهيار في السوق لن ترى البلاد له مثيلا على حد تعبيره ويستعد ترامب لإطلاق حملته الرئاسية رسميا تحت شعار حافظوا على أمريكا عظيمة في أورلندو بولاية فلوريدا الثلاثاء المقبل في لوس أنجلس تظاهر العشرات المطالبة بعزل ترامب وتلاقت المسيرة مع مجموعة أخرى من المتظاهرين الداعمين لترامب المطالبون بعزل ترامب حملوا لافتات مناهضة لترامب وقد ارتدت أحدى المتظاهرات زيا من صفحات تقرير مولر حاملة لافتة كتب عليها لقد نجحت روسيا في تجاوز أحلامها مقابل لافتات الدعم التي أعربت عن حبها لترامب نريد أن يعلم العالم أننا مرعوبون من هذا المسخ البرتقالي الذي يتربع على أعلى منصب في العالم ونريد أن نقول للعالم إننا آسفون لأن هذا يحدث إنه كاذب وغشاش ورجس ويمثل الأسوأ من المحبط أن يكون لدينا رئيس تحرش بمجموعة من النساء وكل العالم يعرف ذلك وهو ما يزال في منصبه أرى أنه لم يرتكب أي جرائم وعندما تدعو إلى عزل رئيس أو أي شخص يجب أن يكون لديك أسباب موجبة وهم لا يملكونها إننا نشهد أفضل فائد اقتصادي في تاريخ بلادنا ونشهد على مشاركة المزيد من أصحاب البشرة السوداء ضمن القوى العاملة وأكثر من أي وقت مضى في هونغ كونغ نزل عشرات ألاف الألاف إلى الشوارع مرتدين اللون الأسود للمطالبة باستقالة الرئيس التنفيذية كاري لام لهذا الأقليم الإداري التابع لجمهورية الصين الشعبية وتأتي تظاهرات بعد يوم واحد من تعليق لام مشروع قانون لتسليم المتهمين إلى الصين عقب أعنف احتجاجات وقعت في الأقليم منذ عشرات السنين تشهد منطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان تدفق موجات كبيرة من اللاجئين الهاربين من الاشتباكات بين الجيش ومسلحين متطرفين في محافظة وزيرستان غرب باكستان ملك خالد موجة لجوء لا تتوقف بين باكستان وأفغانستان وتحديدا من محافظة شمال وزيرستان الباكستانية إلى ولاية خوست الأفغانية وسببها تجدد الاشتباكات بين الجيش الباكستاني وتنظيمات تقول إسلام أباد إنها متطرفة خلال هذا الشهر نزح نحو 1600 أسرى من باكستان إلى مخيم جولان في جنوب محافظة خوست الأفغانية هذه العائلات يتم فرزها في أماكن مختلفة فريق الطوارئ أرسل ليساعد المحتاجين نحن جاهزون للأفواج المقبلة من العائلات التي تطلب الأمان هنا الاشتباكات والتفجيرات بعبوات الناس فتسببت بمقتل نحو عشرة جنود باكستانيين وجرح 35 وأجبرت الألاف على ترك منازلهم في ظروف صعبة وقاسية الجنود الباكستانيون أطلقوا نحو 250 قضيفة قرب منازلنا لذا تركنا باكستان تركنا كل شيء بسبب الخوف لقد خسرنا بيوتنا وحياتنا اليومية ربما لن نعود إلى الأبد اللاجئون إلى أفغانستان يتوزعون على عدة مخيمات لإيوائهم بشكل فوري ولكن أوضاعهم القانونية كما الصحية والإنسانية بحاجة لاستجابة سريعة لقد نزحنا بسبب الصراعات والاشتباكات الحكومة الأفغانية لم تساعد العائلات اللاجئة إلى المخيمات بعد نحن نطالب الحكومة الأفغانية بتقديم الإغاثة الطبية أنا لا أملك ما أطعمه لأطفالي وباقي أسرتي أرجو إيصال صوتنا إلى العالم في أسرع وقت ممكن لقد خسرنا كل شيء كل ما لدينا ليس لدينا أمل بالعودة قريبا إلى باكستان نحن نخشى استمرار المعارك هناك استمرار المعارك في شمال وزرستان يزيد مخاوف اللاجئين هنا من أن العودة لن تكون قريبة تخشى هذه العائلات أن تدفع أثمانا غالية من حياتها العادية ومستقبل أبنائها بسبب معارك لا قرار لهم فيها تذكير بعنوين هذه النشرة وسلاح يتميز بالتخفي وعدم قدرة أي أنظمة ردع وأي أنظمة دفاعات عن إصابته أو إسقاطه وزير الإعلام في صنعاء يؤكد امتلاك الجيش واللجان أسلحة متطورة بمدايات مختلفة قنفيو يقول أن واشنطن لا تريد حربا مع إيران ويتحدث عن إجراءات دبلوماسية وغير دبلوماسية لضمان حرية الملاحة في الخليج المجلس العسكري في السودان يشترط إجراء انتخابات لتسليم السلطة لحكومة تكنقراط ويتواعد بأعدام المتورطين بفضل اعتصام السراج يطرح مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة الليبية من بينها إجراء انتخابات هذا العام وكان في النشرة وزارة الصحة في غزة تحذر أزمة دواء هي الأخطر منذ سنوات الميادين دوتنات للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية شكرا دائما لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة